قبائل حجور تكسر أعنف هجوم تشنه ميليشيا الحوثي الإنقلابية على شرق مدرية كوشار بمحافظة حجة الهجوم نفذ بواسطة كتائب التدخل السريع الخاصة المعروفة بكتائب الموت والتي يشكل تدخلها مرحلة جديدة من الحرب التي تشنها الميليشيا على قبائل حجور في كوشار بعد أيام من الإدعاء بأن ما يجري في هذه المدرية ليس إلا مواجهات بين حجور وجماعات قبلية موالية للحوثيين تفاصيل أحدث المعارك التي دارت شرق كوشار تفيد بأن مسلح قبائل حجور أفشل تقدماً للقوات الحوثية نحو جبلية الزعلة والجرة في منطقة قراياته بعد معارك استمرت طوال لليل الخميس الجمعة ما أدى إلى انكسار الجماعة مخلفة 25 قتيلاً من مقاتليها وجرح العشرات إضافة إلى وقوع ستة أسرى وتفيد مصادر ميدانية إن الميليشيا استخدمت في هجومها المدفعية والأسلحة الثقيلة وقضائف الهون والتي استهدفت بها منازل المواطنين فيما قامت مقاتلات التحالف بشن غارات مكثفة استهدفت تجمعات لعناصر الميليشيا الإنقلابية وألياتها في منطقة المندلة شرق منطقة العبيسة كما استهدفت معسكراً تدريبياً في قفلة عذر ما أدى إلى سقوط عدد من القتل والجرحة من عناصر الميليشيا وتدمير عدد من العربات ومدفعها الانكسارات المتتالية لهجمات الميليشيا شرق كشر دفعت بها إلى القيام بتجميع عناصرها في منطقة عاهم الواقعة غرب مديرية كشر وذلك تمهيداً لشن هجوم آخر متوقع على قبائل حجور وسط أنباء عن قيام الميليشيا بنصب كميناً لعدد من زعماء قبائل حجور في منطقة تقع بين مديريتي كشر وقارة ما أدى إلى استشهاد الشيخ أحمد عبد الحليس وإصابة نجلة الشيخ زيد عريقاش واثنين آخرين كان برفقته مضى حتى الآن أكثر من ثلاثة أسابيع على بدء المواجهات المسلحة في مديرية كشر استطاعت خلالها قبائل حجور كسر الهجمات الحوثية واستعادت مناطق استراتيجية مهمة في منطقة العبيس الواقع إلى الشرق من المديرية يغضين ذلك أفادت الأنباء بأن الجيش الوطني أطلق عملية عسكرية واسعة لاستكمال تحرير محافظة حجة وفك الحصار عن قبائل حجور في مديرية كشر والزحف باتجاه الحديدة من جهة الشمال ونقل الموقع الإلكتروني للجيش الوطني عن مصر رفيع في ألوية العروبة قوله إن قوات كبيرة من هذه الألوية بدأت منذ الجمعة تعزيز قوات الجيش الوطني في حجة وفك الحصار عن قبائل حجور